محليا أعلنت وزارة الخارجية اتخاذ خطوات عديدة ومهمة لمعالجة مشكلة المواطنين العالقين بين الحدود البيلاروسية ودول الاتحاد الأوروبي من ضمنها تعليق البراءة القنصلية للقنصل البيلاروسي في بغداد والقنصل العراقي لدى بيلاروسيا وذكرت الوزارة أنها أوقفت منذ أشهر رحلات الناقل الوطني من العراقي إلى بيلاروسيا وأبقت على رحلات العودة فقط لافتة في الوقت نفسه إلى أنها لا تجبر أحدا على العودة لكنها تدعم عودتهم الطوعية وتقدم لهم التسهيلات اللازمة في هذا الاتجاه كما وجهت وزارة الخارجية سفاراتها في بوسكو ووارسو لإفادي ممثلين عنهم إلى الحدود الليتوانية البولندية البيلاروسية لمعرفة الأعداد الحقيقية للعراقيين العالقين هناك وكد توفير الخدمات والحماية اللازمة لهم